تكبد المزارعون الفلسطينيون في قطاع غزة خسائر فادحة في محاصيلهم بسبب العاصفة القاسية التي غمرت الحقول بمياه الأمطار 30 سنة أو 40 سنة على حسب عمري أنا هذا ما شفتش المنخفض هذا بالقوة هذه تلج رياح شديدة حطمت الحمامات البوت البلاستيكية لا خلت نيلون ولا خشب ولا حديد حتى الزراعة اللي داخل البيوت البلاستيكية انحرجت بالكامل ما استفدناش ولا حاجة التيار الكهربائي تأثر أيضا بفعل الأمطار الغزيرة في هذه المنطقة التي تعاني أصلا من مشاكل في هذا المجال فإحنا بنعاني أزمة كهرب مع برد مع مياه أمطار خشت على البيوت صارت الكوابل هذه تسيح وصارت الأعمدة تكهرب والشبكات والأرض فإحنا بنقوم برضه في طواقم إيش إمكانياتنا لحل المؤقت هذا وأعلنت حكومة حركة حماس التي تدير كطاع غزة أن معظم الأسر التي تشردت بسبب العاصفة الثلجية أعيدت إلى منازلها ترجمة نانسي قنقر